السلام عليكم متابعين الكرام هل سرعة انتقال الإلكترونات في النواقل أو في الأسلاك؟ هي التي تعبر عن وحدة الفولت الكهربائي؟ الكثير من الأشخاص يعتقد بأن سرعة انتقال الكهرباء في السلك هو الفولت الكهربائي أي أنه كلما تزيد قيمة الفولت تزيد سرعة انتقاله كلا يا أخواني هذا المفهوم خطأ سرعة انتقال التيار الكهربائي في الموصل أو في النواقل لا تعبر عن وحدة الفولت أو وحدة الأمبير ليس لها علاقة لا بالفولت ولا بالأمبير إذن ما هي سرعة انتقال التيار الكهربائي في النواقل؟ بالنسبة لي أنا لا أعلم ما هي سرعة انتقال التيار الكهربائي في النواقل ولكن ليس لها وحدة قياس الأمبير هو عدد الإلكترونات عدد الإلكترونات التي تقطع الحاجز في الثانية الواحدة فلو كنا بتشغيل التيار الكهربائي دعوني أوضح نقطة أخرى قبل هذه النقطة نقطة أخرى أيضا تبدو مخفية اتجاه التيار الكهربائي اتجاه التيار الكهربائي في المخططات في الدوائر البيسيبي أنت عندما تجد مخطط لدائر الإلكترونية ستجد أن الموجب هو يتدفق منه التيار ويذهب إلى السالب هكذا نحن نتعلم وهكذا معظم الناس يعتقل لكن هذا خطأ يا أخواني تدفق التيار يبدأ من السالب من السالب وليس من الموجب السالب لماذا سالب سميه؟ لأنه يحوي إلكترونات بعدد أكبر هذا بالنسبة لمن؟ للتيار المستمر ما هو مفهوم السالب والموجب في التيار المتناوب؟ عندما نأتي بمغناطيس ونقوم بحث الملف سوف يتشكل لدينا أيضا سالب وموجب هل مفهوم السالب والموجب في الحث المغناطيسي في توليد التيار؟ في التيار المتولد في الحث المغناطيسي هو نفسه مفهوم التيار المتولد من بطارية من التفاعل الكيميائي؟ كلا هناك فرق ويختلف الأمر ويبدو أنه لم نجد شرح حول هذه النقطة سأشرح لكم الفرق بين اتجاه التيار في البلف الذي يتولد بالحث المغناطيسي وبينه وبين اتجاه التيار الذي يتولد من تفاعل كيميائي في البطارية دعونا أولا نتابع حديثنا حول سرعة انتقال التيار الكهربائي في النواقل سرعة انتقال الكهربائي في النواقل ليس له علاقة بقيمة الفولت أو بقيمة الأمبير كما قلت قبل قليل بأن الأمبير هو عدد الإلكترونات التي تقطع الحاجز حاجز ما أو نقطة ما في الثانية لكل ستة أس ثمنتعش إلكترون هذا الرقم كبير يعني ستمائة ستة تريليون أو أكثر لكل ستة تريليون إلكترون إلكترون يقطع الحاجز خلال واحد ثانية يعتبر أمبير واحد تمام؟ وضحت الفكرة؟ فلو مر فلو عبر ضعف هذا الرقم على سبيل مثلا إثنى عشرة تريليون إلكترون خلال ثانية واحدة إذن لدينا تياقيمته كم؟ إثنان أمبير دعونا نتعرف على الكولوم ما هو الكولوم؟ حتى أنت يعني يكون لديك علم وبشكل صحيح الكولوم هو عدد إلكترونات حرة تم تخزينها في شريحة أو في صافيحة معدنية أو في مكان ما تم نزعها من قطب ونقلها إلى قطب وتخزينها مثل المكثف قمنا الآن جلبنا الآن صفيحتان سوف أشرح لك ما هو الكولوم هنا هذه صفيحة معدنية وهذه صفيحة أخرى أو شريحة سميها ما تريد نحن نسميها قطب جلبنا مصدر تيار كهربائي أخواني الصفيحتان حتى يتم شحنهما حسرا يجب أن تكون المسافة قريبة وليس متصلان مع بعضه من البعض يجب أن يكون بينهما عازل إما الهواء أو ورق أو شيء عازل ثم نأتي بمصدر ماذا؟ نقوم بشحن هذه وصلنا هذا بالموجب ووصلنا هذا بالسالب والفولت كان مع سبيل المثال 12 فولت ماذا يحدث؟ سوف يقوم مصدر الفولت بإعطاء هذه الصفيحة بما أنه سالب سوف يعطيها الكترونات سوف تتراكم الألكترونات هنا وهنا ماذا سيحدث؟ يأخذ هذا الموجب سوف يأخذ الكترونات الحرة من هذه الشريحة إذا سوف يتواجد لدينا هنا آيونات أي الذرة سوف ينقصها الكترون إذا تتحول إلى آيون موجب أو ذرة موجبة هنا موجب وهنا سالب هل رأيت؟ هذا هو الفرق هذه الذرات أصبحت موجبة وهذه سالبة الموضوع بسيط ولكن هناك كثير أشخاص يحتاجون إعادة هذا الشرح الآن أزلت أنا ماذا أزلت؟ أزلت مصدر الكهرباء فصلت مصدر الكهرباء لدي شريحتان مشحونتان الشريحة السالبة مشحونة بإلكترونات حرة والشريحة الموجبة مشحونة بإلكترونات مأخوذ منها الإلكترونات حرة أصبحت ذراتها موجبة هذا هو الموجب وهذا هو السالب الآن أنا أريد ناديت عامر قلت له تعالي عد لي كم إلكترون حر يوجد هنا قام عامر بالعدل تبين لديه ستة رليون فاصل مئتان وواحد واربعون إلكترون حر إذن جاء شخص ما وقال أن هذه الكمية تساوي واحد كولوم هو العالم الفيزيائي كولوم إذن هذه تساوي واحد كولوم هذا الرقم تمام؟ الآن أنا سوف أضع سلك كهربائي نحاسي من هنا إلى هنا انتبه أريد إرجاع هذه الإلكترونات إلى القطب الموجب إلى الشريح الموجبة عند العودة عند العودة استغرق الأمر حتى تعود كل هذه الكمية إلى الموجب استغرق واحد ثانية استغرق واحد ثانية واحد ثانية واحد ثانية فجاء شخص اسمه أمبير قال يوجد هنا أثناء الرجوع أثناء العودة إلكترونات هذه أثناء عودتها إلى الشريحة قال الشخص هنا مر تيار من كهربائي يوجد تيار هواي يوجد تيار مائي ولكن هذا تيار من الإلكترونات بما أن قيمته ستة فاصل مائتان وواحد واربعون قالت يساوي واحد أمبير يساوي واحد ماذا أمبير أمبير هو اسمه أمبير هذه الوحدة سماها على اسمه الآن لست مفهومة بعض سنقوم بإعادة الشرح مع بعض الأمثلة حتى تفهم أكثر انتبه فلو وضعنا فلو كانت هنا أكثر من ستة فاصل مائتان واربعون تريليون هنا لو كان رقم مثلا كبير والنافرض كان ضعف هذا الرقم يعني اثنى عشرة فاصل اربعمائة واثنان وثمانون تريليون وعاد خلال واحد ثاني إلى القطب الموجب سيكون لدينا تيار مقداره اثنان أمبير هنا اثنان لاحظة دعونا نترك هذا سوف يكون لدينا هنا كولومب اثنان كولومب وشكل تيار كهربائي أثناء عودته إلى القطب الموجب خلال واحد الزمن خلال واحد ثانية كم سيكون الأمبير سوف يكون اثنان تقسيم واحد اثنان أمبير اذا نكرر هذا خلال واحد ثانية فلو عاد هذا الرقم الاثنان كولومب هذا الرقم إلى الشريحة الموجبة خلال نصف ثانية وليس ثانية خلال نصف ثانية أنا سوف نضع هذا هكذا الرقم سيكون قيمة التيار في فترة زمنية ما تساوي اثنان تقسيم نصف أربع أمبير أربع أمبير خلال نصف ثانية هل الأمبير شرط أن يكون لزمن ثاني نعم ولكن يمكن أن أخذ منه قيمة زمنية معينة أو قيمة أعظمية لأنه مر تيار قيمته أربع أمبير ولكن ليس لمدة ثانية لأن الزمن كان نصف ثانية فلو طال الزمن لا مشكلة يصبح أربع أمبير بشكل صحيح فلو مر هذا الاثنان كولومب خلال فترة زمنية قصيرة جدا على سبيل المثال واحد ملي ثانية سيكون التيار هنا ضخم جدا اثنان كولومب ولكن عادت بسرعة فلو ملي ثانية عادت إلى هنا هذا ما يحدث في المكثف الكيميائي أو المكثف الكهربائي الآن لا نشرح حول المكثفات ولكن أنا أعطيك فقط هل لسرعة انتقال التيار الكهربائي علاقة بالفولت كلا أنا أحاول شرح هذه النقطة لماذا؟ لكي تفهم لأنه ليس له علاقة سرعة انتقال التيار الكهربائي بقيمة الفولت ولكن ما هي سرعة انتقال التيار الكهربائي؟ هي ليس لها وحدة أنا لا أعلم كم تساوي ولكن لو أردنا متابعة الأمر الراعيون فهي سوف تكون أقل من سرعة الضوء لأن في البداية عند الوصل ستمر موجة كهربائي ستمر موجة كهربائي بين القطبان وهي سريع جداً ثم تبدأ كتلة الوكترون بالتحرك يعني كتلة الفويتون يعتبر عديم الكتلة فأنه يتحرك بسرعة بسرعة الضوء القصوى ولكن الالكترون يملك كتلة فإنه مهما كان سريع فإنه لن يصل إلى سرعة ماذا الضوء إذن هو سرعته أقل من سرعة الضوء لكن فهذه فقط أول انتقاله بعد ذلك ليس له علاقة بالسرعة حتى إذا كان سرعته بطيئة لأن يعتبر يعتبر انتقاله مثل عملية البلدون يعني أول كرة تتحرك من اليمين تتحرك آخر كرة من الاسعة فالاتصال بينهم الموضوع فيه بعض التشويش صراحة ونحن ليس لنا علاقة بهذه الوحدة أو بقياس سرعة التيار الكهروي لم يتطرق إليها عالم ما قبل ذلك من ناحية سرعة اتقال التيار الكهروي نحن لا نعلم وليس لها علاقة بقيمة الفوت ولا بقيمة الأمبر أرجو أن يكون الشرح واضح وقبل أن أنهي هذه الحلقة لدينا مشكلة في اتجاه التيار الكهروي هذه المشكلة دائما يعني تتكارم في دوار البيسي بي نجد أن اتجاه التيار الكهروي من الموجب إلى السالب هكذا في الرسم في رسم المخططات ولكن هذا غير صحيح لأن تم رسم هذه المخططات سابقا قديما قبل اكتشاف الإلكترون بأنه بالفعل يسير من السالب للموجب فلهذا السبب بأن نحن نعتبر كثير من أشخاص يعتقد بأن يقول الحامي أو الحار هو الموجب هو الذي يحوي الكهرباء كلا أخواني القطب السالب هو الذي يحوي الإلكترونات وهو الذي سوف يعطينا الإلكترونات وتذهب تذهب إلى القطب الموجب اتجاه العلمي هو هكذا كما يشير هذا السهم ذلك القطب السالب وهذا القطب الموجب ولكن تم الحفاظ على اتجاه هذا يسمى بالاتجاه العلمي أما اتجاه التيار في الدوائر الإلكترونية يسمى بالاصطلاح بالمصطلح العامي وتبين أنه لا يوجد مشكلة إذا تم عكس اتجاه التيار في البرد أي أنه لا يغير شيء في النتيجة ويتم الحفاظ على ذلك ولم يقوم إلى الآن بتغيير هذا الاتجاه أو هذه المصيبة فأرجو أن تكون أنت قد فهمت علي أو فهمت على كل شخص يعني يقدم شرح بأنه من الممكن أن يخطئ في الاتجاه لأنني أحيانا احتفظ بالاتجاه العامي في البرد أثناء شرحي في الفيزياء وهذا خطأ نشرح في منطقة فيزيائية يجب تحديد اتجاه الصحيح لحركة انتقال أو لاتجاه انتقال الالكترون وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة في الحلقة القادمة أخواني سوف أخبركم بشيء أيضا مهم جدا ما هو القطب السالب وما هو القطب ما الفرق بين القطب السالب والموجب في ماذا؟ في ماذا؟ في التيار المتولد بالحف المغناطيسي ربما أنت تعلم بأن عملية توليد الكهرباء بالحف المغناطيسي وهو ملف نحاسي أو ألمنيوم ثم مغناطيسي أو مجال مغناطيسي ما يدور داخل هذا الملف أو داخل هذه اللفات ويولد كهرباء بالحف المغناطيسي هي عملية رائعة جدا وبسيطة أنا أشراق أنا كثير يمكنك الآن أرجوع للفيديوهات القديمة ومشاهدة العملية لثريدي ولكن ما هو الفرق؟ كيف يتشكل لدينا قطب سالب وموجب؟ لماذا؟ هو سلك نحاس؟ لماذا هناك سالب وهناك موجب؟ هذا السؤال يعني تم طرحه من أحد الأخوة في التعليقات وهو السؤال الصحيح ورائع جدا ونفس سؤال آخر أيضا سوف أرجعه أنا الآن بسيته أيضا سؤال جميل أكثر بالأسئلة هذه في التعليقات فأنها تعطيني يعني تعطيني عنوين للشروحات والسلام عليكم ورحمة الله